السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازايك وصحابي عاملين ايه? انا احمد شيطو. ان شاء الله طلع اتكلم معكم. ازاي نشغل الادان على المساعد الزكي او المساعد الصوتي امازون اليكسا. ازاي الكلام ده? تابع معي الشرح. اه طب يا جماعة رجعنا طلعوا بعد الانترو. كالعادة نخش عطل في موضوع الحلق. بص يا شباب هتخشوا على الموقع ده. زي اللي قدامكم ده. انا عاماتا هسوفو لكم برضوك في صندوق الوصف. هو اسمه هنا سمارت ازان دوت كوم. لما تفتحه هتيجي هنا عندك كزا اوبشن خش اضغط هنا على هجي لك بالمنزر ده. اضغط هنا على لوجين وز امازون. هتدلونا طبعا الصلاحية ولونا اللو. تمام? انا كده خلاص عملت لوجين. طيب بعد الخطوة دي هعمل ايه? هتيجي هنا في الادرس. بص اه انا مسلا بريزباليا اكتب مصر. انت فاهم? اكتب العاصمة عندك او كده. هنا في اللي هو طريقة الحساب الاادان او كده. انا عندي طبعا اللي نععد في مصر فانا مختار ايجيبشان. انت بالنسبة لك يعني 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 شوف مثلا انت قعد في دبي في هنا مسلا دبي هو. في لو انت مسلا لقيت البالب بتاعتك مش موجودة في الحاجات دي اختار هنا اللي هو مسلم وولد آآ ليج. اختار اول واحدة ديت يعني. فانت لو من مصر اختار ايجبشان. طب ايجبشن مصر اختار مسلم ولد ليج دي. هنا بالنسبة اللي هو الاختار التالت ده خلينا شافعي زي ما هو مجيش في يعني ما جيش جنبه ولا تعمل في اي حاجة. بعد ما نعمل الحاجات دي كده هتيجي بقى تفتح بتاعك على التليفون. فهنيجي نفتح كده هنا على امازون هوت هنفتح اليكسا. طيب لما تفتح اليكسا هنا كده هتيجي هنا عندك على هتيجي عندك هنا على هتيجي في هنا كده وتقول له اضغط عليه هجي لك اول اختيار ده اضغط عليه بعد كده اقول له هنا قوله هنا برضو وهنا كده بعمل يعني ربط الحساب بتاعك كده خلاص تمام عمل ربط خلاص حتى ايه اليكسا تعرفت عليه تمام نجع بقى لتطبيق اليكسا تاني هنا دي افلاء تمام اعمل باك خباك ركز معي باشا الخطوة دي مهمة جدا هتيجي عندك هنا على اضغط على هتيجي هنا اضغط على اضغط عليها هتيجي بعد اضغط هنا على تمام طبع الحاجات دي كلها مش شرط بقى عندك دي بس عشان عندي الحاجات دي موجودة هنا امهم من انزل تحت خاص لحد ما تلاحن دك حاجة هنا اسمها اختار اضغط اضغط عليها هتيجي بعد كده هنا اضغط عليها هتنزل تحت على اللي هي اضغط عليها اضغط هو هنا بقول لك انت عايز الصوت الازان يطلع من اي يعني? فهنقول له طبعا من الصوت اللغة الجهاز بتاع الالكسي زيت نفسه يعني. وهنقول له بعد كده هنا. اه. اللي هو احمد ده اسم الالكسي عندي. تمام كده? تمام. طيب. بصوا بقى جماعة ركزوا معي في الحاجة اللي جاية ديت. انا دلوقتي لو دخلت مسلا جبت عندي اي برنامج بتاع اه اه ادان او موقيت صالة يعني. بالنسبة لنا مسلا انا عندي في البدل اللي قاعد فيها الفجر مسلا بيددن في المعدة هنا للشروع هنا الضغر العص وهكزا. انا دلوقتي لو جيت هنا فتحت مسلا الصفحة اللي كنت واقف فيها ديت. او ناخد او تاخدوا بالك يا جماعة هنا جايب لك هو بيقول لي مسلا النهاردة او يعني بكرة لو هو مسلا الخميس دي موعيد الصالة هو. تمام? انت مكن تجيب برضوك بالصفحة دي من ليه ازان تايمز دي. ازان تايمز اللي ضغطت عليها. اجيب لك هنا كده. انا لو جيت فتحت تلفون بتاعي وجيت بسيط. هلاقي مسلا الفجر هنا بيقول لي انا عندي هنا في مدينتي الفجر هيددن خمسة وتلت خمسة عشرين. هنا مسلا معمولة خمسة ستاشر. افرق اربعة دقايق. طيب الظهر مسلا انا عندي يفرد ان هو يدد اتناشر وسبعة. هنا الظهر هنا مسلا اتناشر وعشرة. فهتلاقي مسلا في فروقات في الدقايق. هل بقى في موضوع او في حاجة اقدر ازبط الكلام ده? هقول يعني. طيب هنا 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 انا مسلا بالنسبة لي هنا ايه? بيقول day ازان الفجر. وده ازان الدخور. انا بقى الفجر كان بيقول ل الساعة كام؟ صح هده بس عشان ايه؟ نسيت. فلا ممكن هقوله هنا مسلا ادي ازان طيب هات نفتاحه. هنا كان بيقول لي ان الفجر هييددن الساعة خمسة وستاشر. طيب انا عايز يددن الساعة كام? انا عايز الفجر يددن الساعة خمسة وتلت. اذا انا عايز زود المعدة اربع دقائج. فهتيجي في الصفحة دي هنا كده وهتقول له هنا زود لي عمعلم اربع دقاي. وصلة كده الفكرة فيه هنا مثلا هنقول له الدخرة. الدهر هنا هنا هو والله كان بيقول لي ان الدهر هيدى الساعة اتناشرة وعشرة. طب انا عايز الضغرة يددى الساعة كم? انا عايزه يددى الساعة اتناشر وسبعة. مش وعشرة. لفت ازل كده عايزة يعني انزل تلات دقايق. فهجي هنا كده واقول له بالسالب نزل تلات دقايق. وهكذا يعملوا بقى العصر كده والمغرب والعيشة. اهو ما تخلصوا خالص اما حاجاش الحاجات دي كلها تتحفظ. تضغط هنا على وطلقنا برا هنا كده. جينا عند ازان تاني. قليلا بص هنا اهو بقى الفجر الساعة كام خمسة وتلت. زي هنا اهو ما نعايزه في الضغر مثلا بقى كان بقى اتنشر وسبعة. اهو اللي هو اتنشر وسبعة. طبعا للبقى ده ما تعملش هنا انا ما عملتوش يعني. عشان بس الفيديو ما عملتوش كتر من كده. طيب لو دغطنا برضو هنا على الصباح التالي ازان. تاني. لو ناخد بالنا هنا هو كل دي ناس اه بتأزن. كل دي اصوات مؤزنين. في هنا اللي هو ابراهيم جاب اه جابر ابو اه رحيق وهنا احمد الترابولسي. مهم فيه كزا ادان. انت ممكن تختار بقى لكل ادان يعني مؤزن خاص. يعني ممكن تيجي مسلا في فجر وتقول له احمد الترابولسي. ممكن تقول له هنا مسلا في الظهر والله نعايز مش عارف مسلا حد تاني. اللي هو ابي ابي ياسر الجزاري. اه تمام يعني انت ممكن تيجي بكل واحد يعني تختارين انت عايزو. بس اهم حاجة يغط على تمام? وهيشتغل معاكم تمام جدا التطبيق يعني انا مجربه. فيعني ان شاء الله لما تجربوا الطريقة وتشتغل معاكم شاء الله هيتشتغل بازن لما يتيل. لوش يعني كل بس اللي اطلبوا منكم يا جماعة. مش اقول لكم لايك والحاجات دي كلها. لكن اطلبوا منكم بس كومنت اكتبوا لي فيه جزاك الله خيرا. بس وشعروا الفيديو كل حاجة. بس السنة قبل ما تقفلوا. قبل ما تقفلوا الفيديو. في حاجتين مهمين جدا عايز اقول لكم عليه. لو تاخدوا بالكم في حاجة هنا اسمها سليكتوفايل. سليكتوفايل دي لازمتها. انا لو عندي صوت مؤزن. انا عايزو مش موجود في الليستة دي. يعني الليستة دي كل دي لستة فيها مؤزنين. طيب لو الليستة دي يعني ايه مفيش فهل مؤزن عايزو. انا في مؤزن معين. مسلا انا بحب اسمع صوته. مش موجود هنا. وموجود عندي على الكمبيوتر. انت موجود عندك مسلا كملف او اه كملف انا ياسف. لانا مسلا عملنا كده. وقلنا مسلا في هنا هو في مسلا ده ازانة هو. تمام لو فاردا. انا عايز المؤزن ده هو اللي يقزن في كل صلب. المفروض ان ده انا لما اضغط هنا على سليكتوفايل. لما اضغط عليه كده يفتح لي نافذة. واختار الملف الفايل اللي فيه صوت المؤزن. بس الملف ده يعني يعني ده او الخاصية دي لسه مش شغالة دلوقتي. انا تواصلت مع المطور. المطور اصلا يعني انا الكلام هو يعني اتواصل معي. وعرفني البرنامج ده وبصراحة ده برنامج متوس جدا وجزال الله خيرا طبعا. تواصلت معا وقال لي ان هو فعلا في مشكلة في الموضوع ده. هو بيحاول يحلها. دي اول حاجة. دي اول حاجة. فالاوشن ده مش شغال. بس ده مش رأسر على يعني اطريقة عمل البرنامج. بالنسبة كده كده شغال معاكم. طيب الحاجة التانية والمهمة. تطبيق الكسا. تطبيق الكسا عندك لو انت مشغلوا باللغة العربية للأسر في تلوقتي مش يعني البرنامج مش هيشتغل معاك. لازم تكون عامل الكسا عندك باللغة الانجليزية. طيب انا برضو تواصلت مع المطور برضو في المشكلة دي اتو قال لي ان هو يعني كلم امازون او كلم الناس المطورين في امازون ان هم يدعموا له اللغة عربية في البرنامج. فيحيس ان انت الناس اللي عاملة امازون باللغة العربية اللي هو المساعد بتاع كالكسا يعني. باللغة العربية فالبرنامج يشتغل. عشان بس ا Цеaster recessionو في كومنتات ان الطريقة مش شغالة. لازم يكون عندك المساعد الصوتي امازون voila. ايقسا يكون بالانجليزي لو بالعربي مش هتشتغل. طيب انا عندي مسلا بالعربي عام يشيته وعايز اخي لها بلانجليزية. اخي لها ديت. بعد كده هتنزل تحت. هتلاقي عندك حاجة اسمها يا فين? هيت? هديجي تختار هنا. انت طبعا هبقى عندك اللغة العربية مسلا السعودية. هتضغط انت على اللغة. وما تختارها هيقول لك يعني تعمل حفظه كده. انت مسلا بش بفهمي برضو يا جماعة. معلش انت هنا هو. لو انت هتبقى مسلا عاملها باللغة العربية. هتبقى زيار معك كده. انت هتختار اللغة. هتضغط عليها كده. وهتقول له هنا كده. كده خلاص كده. كده معي ويقول لي خلاص ان يعني ان البرناك بقى شغال على اللغة العربية. وان كمان بتاع اللي هو ده بقى شغال. فانا يعني يا اما هنزل بي حلقة يعني اكلف الموضوع ده واقول يا جماعة انت بقى تشغالة. وده احتمال ضعيف قوي لانا اكيد مش هعمل حلقة مخصوصة. هنقول حاجة زي كده. انما غالبا هنزلها على لينك القناة الواتساب. اللينك القناة هستبلكم على يعني في صندوق الوصف. يعني خليك يعني احرص ان انت تشترك في قناة الواتساب. اه هناك طبعا بنزل كل الفيديوات اللي انا بنزلها وكل حاجة. بس انا هناك غالبا يعني هقول يا جماعة ان خلاص الطريقة بقى تشغالة. والموضوع كمان بتاع اللغة العربية بتاع الالكسا بقى شغال. فبس يا شاب ده كان شرح النهار ده. لو استفدت مني حاجة ما تبخلش على بلايك. كومنت جيميش زي كده. شارع الفيديو لأي حد من صحابك عنده الالكسا. وازا ما قلت لك يا جماعة لو استفدت مني حاجة ما تبخلش عليك كومنت جيميش زي كده اكتب لي بس جزاك الله خيرا يا شيطو. وبس كده يا شباب. سلام.